اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيزنس ايز بيزنس وزي ما تعودنا دايما في برنامج بيزنس ايز بيزنس بنستضيف الخبير المالي والاقتصادي المهندس محمد علوان ورئيس مجلس ادارة شركة اي بي اس اول حاجة بيزين يردني لاخر نقطة اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت عن الكاش باك اللي هي ايه اللي هي تأمين الاستثمار ازاي المستثمت او اللي عايز يبني مصنع او ينشئ مصنع ازاي هيأمن الاستثمار بتاعه من خلال شركة اي بي اس اولا الموضوع مش مقفول على المصانع بس يعني هي فكرة تأمين الاستثمار انا بتكرر كاجهور موضوع تأمين الاستثمار من خلال اي بي اس او من خلال فكرة الكاش باك مش مقفول على الصناعة فقط بس احنا زي ما قلنا هنضرب اجزامبل او زي ما حضارك بتقولي بالضبط بالصناعة الفكرة كلها تتلخص ان احنا زي ما قلنا ان فكرة الكاشباك زي ما ارضفنا في الحلقات السابقة ان فكرة الكاشباك المشتري بيشتري بالكاشباك واحنا بنرجع له فلوس تاني فعن طريق الفكرة دي ان احنا ما كسبنا بنرجع 300% وظن الكلام ده وضحنا كويس جدا في حالة السابقة عشان ما نفضلش نعيد في الكلام ونقرى فيه ممكن نعمل نفكر المشاهد ازاي خلاصة يعني ازاي انت بترجع لك الخضل بتاعتك دي 300% ودي هريبة جدا مش متوقفة في اي مكاك يعني هيكالة بس هنقول يعني مختصر مفيد للتقال قبل كده مثلا خلاصة مثلا لتقال قبل كده خلاصة فكرة الكاشباك خلاصة فكرة الكاشباك ان مكسب الشركة الشركة بترجعها 300% تاني مرة اخرى للمستهلك فلو افترضنا موضوع التأمين الاستثمار ده بيتم ازاي تأمين الاستثمار ده واحد اشترى مصنع او واحد عايز ينشئ مصنع واحد عايز ينشئ عقار واحد عايز يخش في اي مشروع ويزبط الدنيا هينشئ المصنع ده المصنع ده ليه تكلفة في البنية التحتية وليه تكلفة في الانشاءات ليه تكلفة في العمالة ليه تكلفة في التسويق ولسه هيشوف مخاطر السوق ده كله ولسه مش عايف المشروع هيكسب ولو مش هيكسب لو أنشأ المصنع ده من خلالنا يبقى هو كده أمن المصنع ده يعني insurance business بيأمن البزنس بتاعه من خلالنا بمعنى إيه؟ إحنا زي ما نقول إن إحنا ما كسبنا بنرجع 300% للمستهلك موقع فلوه بينشأ المصنع ده والمصنع ده كان تكلفته بدوننا وليكن مثلاً 120 مليون جنيه هو أنشأه من خلالنا إحنا وكسبنا إحنا منه 60 مليون جنيه يبقى إحنا كده هنرجع له كام؟ إحنا قلنا إن إحنا في فكرة الكاشباك أو في الإيزي كريزي كاشباك إن إحنا بنرجع ما كسبنا 300% مرة أخرى للمستهلك فكل موضوع اللي إحنا كسبنا هنرجعه 300% فلو إحنا كسبنا منه وليكن 60 مليون أو أي مبلغ إحنا هنكسبه منه هنرجعه 3 أضعاف فلوه أنا كسبت منه 60 مليون هرجعه أنا 180 مليون يبقى هو كده بيسترد فلوس المصنع بالكامل من أبني ما يبني المصنع أساسي يعني هو لو دفع مثلا 180 مليون جنيه اللي هو إنشاء المصنع كله هيبتدي ينشئ المصنع من خلالنا هيبتدي هو يرجع 180 مليون جنيه دول بمعدل 2 مليون جنيه شهريا من قبل قصة ما المصنع يشتغل يعني يبقى خلال سنتين ولا حاجة يرجع المكسب اللي إحنا كسبناه ويبتدي آخر كام سنة دول بياخد الفلوس كلها تاني يعني بياخد 100% من اللي هو دفعه كله ده بقى نرجع لمطلح التأمين الاستثماري حتى التأمين الاستثماري ودعم الاقتصادي يعني أو دعم الاستكار الاقتصادي يعني إيه تأمين استثماري يعني أنا بدل منشئ مشروع وأنا خايف ليخسر أو يكسب أنا عايز مثلا أعمل شركة دعاية أنا عايز أعمل شركة إعلام أنا عايز أعمل قناة تلفزيونية دلوقتي طيب أنا هخش أمول القناة دي وهفتح قناة مثلا تلفزيونية هتكلف مثلا مليون اتنين مليون طيب ما هخش أشتريها من خلال شركة AIPS إيه اللي هيحصل شركة AIPS هتكسب مني شوية؟ ما طبيعي هتكسب مني بس في المقابل هترجع لـ 100% من الفلوس لأنه زي ما احنا قلنا فكرة الكاشباك ممكن ترجع جزء من الفلوس وممكن ترجع الفلوس كلها وممكن ترجع الفلوس كلها وزيادة اعتماداً على النسبة اللي هتكسبها الشرك فوق القيمة التجارية للمنتج فلو الشركة كذبت فوق القيمة التجارية 50% يبقى هترجع 100% من القيمة الأجمالية للشراء لأن زي ما بدرة بالمثال تاني لو المنتج تامله 1.200 ألف جنيه والشركة كسبت 50% من السعر التجاري يعني المنتج سعر التجاري 1.200 والشركة كسبت عليه 50% فوق السعر التجاري يبقى كسبت زيادة كام كسبت زيادة حوالي 600 ألف طبما 600 ألف هي هترجعهم 300% يبقى هترجع 600 ألف دول 1.800 ألف يبقى لو أنا كسبت 50% فوق السعر التجاري اللي انا شاري بيه هرجع 100% من اجمال الكيمة الشرائية فلو القناة دي قد هتتكلف على صاحبها 1.200 جنيه من بره عني خالص من بره شركة اي بي اس وهو جيش تراها من خلال شركة اي بي اس يبقى هشتريها ولياكن مثلا لو عايزة رجع 100% من قيمتها هيشتريها بالمليوم و 800 الف جنيه هيرجع مليوم و 800 الف جنيه بالكامل من اول يوم اشتريها فيه زي ما قولنا لهو شاري 1.1.2020 هيبتدي استرداد بمعدل 20 ألف جنيه شهرية لمدة 90 شهر من أول 1-2-2020 يبقى ده كده تأمين استثماري سواء بقى في أي مشروع استثماري سواء صناعي سواء تجاري سواء طبي أي مشروع واحد عايز يفتح مستشفى واحد عايز يفتح أي مشروع أيا كان إيه نوعه واحد عايز يفتح مصنع واحد عايز يفتح مدرسة واحد عايز يفتح أي نشاط تجاري عايز يأمنه فبيتجم لشركة IPS يبقى هو ده كده سابقاً الاسترداد بيتم 3 اختيوات قلنا شهري سنوي بعد حجبة معينة من الزبط فشهري على 90 شهر سنوي زي ما قلنا في الحالات السابعة على 6 سنوات أو ضفع واحدة بعد حجبة معينة من الزبط بعد 5 سنوات وقلنا أن الكلام ده كله بيؤمن بشكات بنكية بعقده بشكات بنكية لا الكاشباك ما فيهوش عقود العقود بتبقى في الاسترداد لأن احنا قلنا الكاشباك يقيني الاسترداد بيبقى شيكات بنكية مستحقة الدفع كل وقت يعني بعد الاتفاق خلاص في آخر اتفاق بياخد شيك على أساس الوقت اللي هو بيسترد فيه الفلوس بتاعته لحظة تنفيذ التعاقد بياخد شيكات بنكية مسطرة على صحة توقيع بنكي بتوريخ الاستحقاق لو هيسترد بالنظام الشهري يبقى معاه 90 شيك شهري بتوريخ الاستحقاق كلها متواطفة أو متتابعة لو بياخد بالنظام السنوي يبقى معاه 6 شيكات متتابعة بالتاريخ السنوي وهكذا لو ياخد عضوفها واحدة يبقى معاه شيك واحد بعد نهاية بعد خمس سنوات خمس سنين طب احنا طبعا يعني فتحين مجال المداخلات لو حد حابب يدخل مداخلة معنا ويستفسر عن أي شيء مع البشمالس محمد علوان طبعا يعني أي استفسار أي حاجة تقدروا تتواصله معنا موضوع بقى نكمل برضو موضوع تأميل السنوي يعني دلوقتي انت بترجع الفلوس للعميل اللي هو بيجي لك زي ما انت قلت أي نوع من الاستثمار اللي هو عايز يعمله أو البروجيكت اللي هو عايز يعمله ممكن أصلا يبدأ قبل ما يشتغل يكون راجع له فلوسه وقبل أي مكسب هو ممكن يكون راجع له فلوسه ده صحيح أنا مثلا دلوقتي لو هنشئ مصنع والمصنع ده مثلا نفترضن أنه هياخد مثلا عبال مقويمه على رجله عبال ماشتري الأرض واعمل إنشاءات واعمل خطة توزيع واعمل خطة تسويق وأجيب الموظفين وأجيب الـ HRs اللي هيعينه الموظفين الكلام ده كله هياخد وقت وكامبينز دعائية وشغل كتير جدا طب هو دلوقتي لو المصنع ده زي ما قلنا هيكلف 120 مليون وأنا جيت اتعاقدت مع شركة IPS واشتريته 180 مليون طب ما هو خلاص دفع الفلوسه وإحنا بنبتدي نفزه المصنع على أرض الواقع إيه اللي هيحصل هو من تاريخ التعاقد ابتدى استرداد من بعد التعاقد بتلاتين يوم يبقى لو دفع 120 مليون دول النهاردة يوم واحد واحد 2020 هيبتدى يسترد 2 مليون جنيه شهريا من 1-2 هنكون إحنا لسه معاكيد ما خلصناش المصنع يعني هنكون إحنا لسه اشترينا يكون قريدي أصلا لسه مبدأش يعني ممكن يكون لسه مبدأش واسترد الفلوس اللي إحنا كسبناها أصلا يكون لسه تتعاون معاك في الموضوع ده قبل كده كتير كعملاء كاشباك كتير يعني مين مثلا أكتر حد مثلا فكروا كده ككلاينت اتعامل معاك وفعلا تواصل معاك بالشكل اللي انت بتقول عليه فيه مهندس كهرباء اسمه خالد البنداري وفيه مثلا واحد تاني تاجر اسمه أحمد عشور تاجر موبيليا ده الناس دي اتعاونوا قريدي معاك في الموضوع يعني الغرف التجارية بتاعته الغرف اللي هي الاساسي يعني اح بيشتري الخشب اللي هو بيصنعه بالكاشباك يبقى هو هيصنع ويبيع ومأمن الفلوس راجعة من قبل ما يبيع اساسيا يعني هو مثلا رايح يشتري خشب وليكن بمئة ألف جنيه اجي يشتري مننا اذا اجي har việc اشتري خشب 120 ألف جنيه يجي يشتري مننا 108 ألف جنيه يبقى انا كده كسبت 60 ألف فكرة الكاش باك إنها هرجع 300% من أرباح الشركة يبقى 60 ألف اللي أنا أكسبتها هرجعها 180 ألف يبقى هو كده من قبل ما يبيع ولا أوضة ولسه في التصنيع أساساً بيسترد 2000 جنيه شهرياً ممكن يكون عبال ما يصنع القوة دي أخد سنة في التصنيع مثلاً والبيع هو أصلاً عمال يسترد الفلوس من قبل ما يبيع فعليه يبقى هو كده بيبيع بواحده الموضوع ده بيعمل دعم الاستقار الاقتصادي يعني إيه دعم الاستقار الاقتصادي يعني أنا بدير بيزنس وأنا مش مقلق من خساير لأن أنا كده كده أمنته ما هو تأمين الاستثمار ودعم الاستقار الاقتصادي يا ترى أنت المصطلحات أو الموضوع اللي أنت بتتعامل به أو الأسلوب اللي أنت ماشي به كاستثمار وكاقتصاد وبتتابع أنا بلاحظك أن أنت بتتابع يعني خطوة بخطوة كل تطور في العالم لأن الموضوع اللي أنت بتتكلم عليه ده دول كتير جداً في العالم ماشيين به فإنت دي قبل أي حاجة بتعملها بتطور تعمل لها دراسة جدوة لكل شيء ولا الموضوع بيبقى ماشي معاك إزاي لا أنا كل هفوة بعمل لها دراسة جدوة يعني أنا الهفوة كده اللي هخطيها كده بعمل لها دراسة جدوة لأن ما فيش حاجة في البزنس بتمشي ترادشنا يعني فيش حاجة في عالم الأرقام عموماً بتمشي ترادشنا أي حاجة في عالم الحسابات لازم تكون محسوبة بدقة شديدة وإلى البزنس كله ينهار يعني إنت بصيت كده للعالم وشفت طيب الدول العالم دي ماشية بالنظام ده طب إحنا ليه ما نطبقوش موجود في المصر إحنا بنساعد مستثمرين كده كمان إحنا برضو عجلة الشغل والاكتفاء الزيتي داخل جمهورية مصر العربية كلها هتمشي يعني إنت ده تفكيرك ولا إزاي تفكيرك؟ عشان أكون صادقة أنا مبصتش للعالم أساساً أه مبصتش للعالم إنت بصيت لنافسك بس لا أنا بصيت إن أنا أكون كرياتف وطلع فكرة جديدة مش موجودة على الساحة على الساحة بتاعت جمهورية مصر العربية لا لعجمهورية مصر العربية بس أكيد اقتبست أفكار؟ لا والله ما اقتبست حاجة والله دي أفكارك والله أفكار طب إحنا عايزين بس نطلع فاصل ونرجع نكمل يا ريت يا جماعة نطلع فاصل ونرجع نكمل بس ورجع نلكم عزيزين المشاهدين بعد الفاصل وبنكمل مع المهندس محمد علوان رئيس مجلس إدارة شركة IPS والخبير الاقتصادي والمالي بنرجع نرحب بحضرتك هم برنامجنا بزنس إز بزنس كنا بقابل نتكلم على موضوع التأمين الاستثمال صح كده؟ وفكرة العالم ماشي إزاي قلتلي لأ أنا بببصش للعالم أنا بفكر ككرياتف بص مش مببصش للعالم يعني أنا مش مقتبس الفكرة دي من فكرة بره من الأفكار خارجي أما مش قلت مبصش للعالم لأ طبعا أنا أي تطور في أي حتة أنا أقول به الحكمة تضلط المؤمن أين موجدها فهو أحق بيها لو الشيطان بيقول لي معلومة صحيحة أنا هاخدها منه ما عنديش مشكلة لو قال لي عامل عندي في المكان أو قال لي موظف عندي في المكان قال لي معلومة صحيحة أنا هاستقبلها منه معانا بقى فكرة الاستقبال معانا مكالمة معانا مكالمة شباب معانا إهاب بنراحب بيك إهاب تفضل قال ليه قال ليه تفضل سلام عليكم عليكم السلام أتكلم بشمع النس محمد أه طبعا اتفضل أنا كنت سمع حضرته بيتكلم على مشروعات بس هي المشروع بتاعنا هو بمبلغ أقل من كده فينفع ولا ما ينفع عشيحة؟ بالمعنى يعني أنا المجال بتاعي في الاكسسوارات النحاس شغل الاركت والدغب الصيني والطباعة الاكسسوار النحاس آه تمام آه تمام تمام أولي سوق حلو شغال جدا في الدول العربية وبداخل جمبولية مصر العربية وكلام لك كشغل هندميز يعني ولا تصنيع مكان وفيه اتباعة بتخش بمكان تمام تمام طيب انت عملت دراسة جدوى لمشروعك؟ هي اصلا مهنتي لا يعني دراسة جدوى مسلا انت حسبتها كده مسلا المشروع بتاعك ده محتاج كام او هيكلف كام او كده؟ يعني عشان اجيب المكان بتاع الطباعة والكلام ده كله يعني ممكن يوصل لمتين الف جنيه تمام انت عايز تخش بنظام الكاشباك ولا الاستباك برضو؟ ما هي دي اللي انا كنت عايزة هفهم يعني انا سمعت حضرتك دلوقتي بتتكلمي على الموضوع ده والساز محمد شرح ان لازم يكون فيه شركات بنكية تمام فاللي عنده شركات بنكية ده بيبقى عنده رصيب في بانك انا معنديش رصيب في بانك لا الشركات البانكية اللي هي الشركات البانكية وبيتكلم عليها اسمه نظام الكاشباك ومفروض شركة اي بي اس لما بتيجي تقول له مثلا انا عايزة افتح المشروع ده تمام؟ تمام بتختار الوقت اللي انت عايز ترجعلك فيه فلوسه فيه الفلوس صح كده يا بش مهندس؟ طب ممكن بش مهندس يكمل الرد مع حضرتك؟ بصوا كده يا سيد اهاب بس اهلوا حضرتك الاول وهو حضرتك كده فيه مفهوم مغلوط يعني ايه فيه مفهوم مغلوط؟ اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في اللقاء بتاعنا ده كاشباك يعني المفروض ان انت اصلا كمستثمر معاك الفلوس اساسا ده بل بالعكس ده انت معاك الفلوس وعندك استعداد ان شركة اي بي اس كمان تكسب منك شرية فلوس عشان ترجعلك الفلوس كلها احنا بقول تأمين الاستثمار ودعم الاستثمار يعني انت معاك فلوس بس عايز تفتح مشروع وخايف لما تفتح المشروع ده تفتح المشروع ده المشروع ده ما يكسبش كويس او الدنيا ما تمشيش كويس او يحصل لك ازمة في التسويق او يحصل وقود في المبيعات فكل دي مخاطر او لما حصل وقود في المبيعات اللي عملت صراحت الدنيا مش عارف تدفع اجوات مش عارف مش عارف فالبزنس عمل معاك ينهار لو انت داخل من خلال شركة اي بي اس وشاري كل الخطوط بتاعت الانتاج بتاعتك او كل المشينز والماكينات اللي انت بتصنع بيها ده بنظام الكاشباك يبقى كده الا يحصل الفلوس بترجعلك وانت شغال مش شغال ما يشغلكش حاجة احنا كنا قرازي او استاذ ايهاب منع الخط صح او طيب او استاذ ايهاب احنا اللي بنتكلم عليه الكاشباك لو طيب مثلا لو في حد عايز يعمل مشروع دي ده سؤال كويس احنا في الكاشباك بنقول تاني عايزين نفرق ما بين الكاشباك والاستباك احنا دلوقتي مش بنتكلم على تفرقة بين الكاشباك والاستباك هو دلوقتي واحد عايز يعمل مشروع انا فاهمه تقدر انت كشركة اي بي اس تتموله انا هود ده احنا اتفقنا ان احنا عندنا نظامين كاش وست الكاش ده احنا بنبيع كاش باك ايا كان سعر المنتج بنظام زي ما قلنا تأمين الاستثمار يعني انت داخل تشتري المنتج ده شراء واستثمار في نفس الوقت يعني داخل تعمل عملية شرائية استثمارية بس في القاصل ان انت معاك الفلوس فانت جاي تشتري مني بالكاش بتاعك كاش فالموضوع المنتهنة التقسيط عندنا احنا بنبيع للستة عشرين محافظة بالاست بس الاست عندنا الحد الاقصى للاقصى للاقصى عشر تلاف جنيه ما لم يطرقى لإدارة الاقتمان بخلاف ذلك زيادة او نقص يبقى في التقسيط احنا لنا حد اقتمان عشان احنا في التقسيط بنجرب الناس ده من خلال البرزنتيشن اللي انت بتعمله مع الكلاينت اللي بيجي يطلب منك حاجة اه في التقسيط بيجي يعمل زي ما قلنا قبل كده وردفنا في الحلقات السابقة عشان ما نعيدش ونزيد في كلام الناس بس تزهد مننا الناس سمعت قبل كده اه يبقى في التقسيط السيناريو بتاعه تقال في الحلقات السابقة اني العامل بيجي يعمل كريدت بنعمل عليه زي دراسة اجتماعية بعد كده بيخش برزنتيشن وبنعمل عليه استعلامات واحد ده اقصى في التعامل الاول لا يتجاوز لعشر تلاف جنيه فالتقسيط معانا ليه سقف لان احنا بنعمل تجربة عملية مع العميل لان احنا هنطلع فلوسنا عنده طيب ما كسبنا احنا في الكاشباك بقى بنشتري بها العملاء التقسيط فلازم يكون معانا عملاء كاشباك وعندنا عملاء تقسيط فاحنا بنعمل بالانس يا رب يكون استاذ ايهاب طبعا رد البشمهندس وفى عندك وحضرتك قدرت تفهم الموضوع معانا محمد صلاح استاذ محمد اتفضل طيب اه قطع للتصال طيب لو حضرتك بتقدر بتواصله معي تاني اه نرجع نكمل وبعد كده ممكن نستقبل لمكملات تانية احنا خلصنا كده موضوع تأمين الاستثماري ولا دي ستفي كلام تاني هنقول والله انا معاكي احنا هنأكد بس اللي تقال تأمين الاستثمار زي ما قلنا ان انت عايز تفتح مشروع وخايف لا تخسر الفلو فبدل ما انت خايف لا احنا هندخلك المشروع ده بقلب جريء عن طريق ان انت امنت المشروع ده من خلال اي باس يعني احنا بندعم استقرار الاستثمار يعني بندعم ان انت وانت داخل تعمل اي بزنس تبقى انت اللي عامل كنترول على البيزنس ده داخل بقلب جريء وعمل تجرب وتتعلم وانت مش قلق من حاجة معانا سيد بقى استه السيد اتفضل عليكم السلام ورحمة البركاته اتفضل انا مثلا انت حضرتك انا في انت حضرتك الكلام اللي انت تتوضحه كله بس انا خلي اه حضرتك عندك حق بانك بتجزي من المشروع سيد منين الاول حضرتك سيد حضرتك منين الاول من الفيوم يا فنس من الفيوم طيب ايه الاستفسار اللي حابب تستفسر منه انا بسأل باس مهندس كنقصة معينة هو بيقول فيه كاش وبيقص المشروع هو انا بعمل المشروع ومتخاف منه هو هو وقت معايا يعني بينصحني فيه او اه يعني لا تمام معلش نعيد السؤال تاني معلش بقول لي حضرتك هو وانا بعمل في المشروع اللي متخاف منه وهو هيقف جنبي يشعبني فيه لغات ما قف عن الرجلية وكده يعني ولا بيدي ويمول وخلاص لا طب اه بشترد على حضرتك زي حضرتك السيد الاول الله برك فيك بسمونك انا سعيد جدا بمكلمتك دي والله بص السيد هو حضرتك دلوقتي انت بتتكلم هل انت بتاخد مني تيكنيكال سبورتة اصدق يعني بتاخد مني استشغرات فنية اثناء المشروع اه ده اصدق صحي كده خلاني نتكلم على الارض واقع انت ممكن تيجي تعمل مشروع انا ما بفهمش فيه اساسا يعني انت ممكن تيجي مسلا تعمل مشروع في النحاس زي المداخلة بتاعت العميل اللي قبل حضرتك ده طب انا راجل تخصصي دراسات جدوى مالية يعني انا راجل بفهم في الماليات في علم الماليات اما انا بفهمش واحد صناعي ميكانيكا واحد صناعي اسباكا واحد عايز يفتح مصنع اسمان ده كل ده حاجات تيكنيكال انا ممكن ما فهمش فيها انا بفهم في الارقام فقط فانت تخاطبني في الارقام انا بأمن لك البيزنس بتاعك عن طريق ان انا بشتريلك البنية التحتية بتاعك ومن خلالي وبيرجعلك الفلوس كلها يبقى انا ببيزنس معاك فان انا بأمن لك البيزنس اللي انت فهم فيه كويس اما انا ما فهمش في البيزنس بتاعك البيزنس قصده اللي هو الارقام تأمينك ارقام ايه اللي هتطلع لك ايه اللي هيرجع لك الانكم بتاعك ايه هو اشتري مني الماكينات دي كلها وسيكل مثلا انا اسرس سيد حضاك مثلا اشتريت مني الماكينات دي كلها وخطت الانتاج بتاعك وكل اللي انت هتعمله ده بالمليون وثمينمائة الف اللي احنا عملينه ده وبيهم المثال خلاص يا عم انا هرجعلك المليون وثمينمائة الف كلهم انا مفهمش في التكنيكا البتاعك ان نواح الفنية بتاعت البيزنز بتاعك انت انا ممكن مفهمش فيها واحد صنع ميكانيكا واحد عايز يفتح مصنع حلويات انا مش مطالب ان انا اتعلم الطب عشان هو هفتح مستشفى الواحد بنظام ايزك 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 اشباك انا مش طالب اتعلم مثلا الميكانيكا انا مش مطالب اتعلم السباكة لا انت ممكن تستطيع وزد مغر حضرتك وصلتني مش ماني حضرتك حابب تسأل سؤال تاني أستاذ سيد لا لا شكرا انه باشكر باش مهندس جدا وقوله حضرتك انت منور الشاشة الله يبيقلك فندم الله يحفظك فندم تمام شكرا شكرا لك حضرتك أستاذ سيد طيب انا عايزة بسألك سؤال قبل ما نكمل ممكن شوية خارج الخوار والكونفرزيشن الجميل المدينة هل حضرتك مع وقف الاستيراد لخارج ولا ضده يعني سؤال شوية كده برا الموضوع طبعا معا لاني وقف الاستيراد من خارج هيدعم الصناعة المحلية بس هو الموضوع بقى محتاج تسهلات للمستثمرين لزحلتنا عشرة بيننا هتبقى كويسة يبقى انا روحت بقى للبورة الاساسية اه طبعا ايه بقى الدعم لحضرتك وطبعا كتير من شركات الاستثمار وكتير من المستثمرين حابين ومن الدولة علشان خاطر نقدر يبقى في اكتفاء ذاتي داخل دولتنا يعني مثلا كمهندس مثلا انا اصلا خريج هندسة زي ما حضرتك فهم انا مهندس اصلا كنتوك انا لما اجي افتح مصنع ايه التسهلات لموقت ده الدولة تديني ارض ابني عليها المصنع وتديني تسهلات في السداد لو في مصانع اصلا جاهزة وهي الدولة بتبيحها يبقى تديني مصنع وتديني مثلا بيريد للسداد مثلا عشر سنين الدول مصري اصلا سيادة واسعب فتاح السيس تقريبا عامل حاجة تبع البنك المركزي بيدعم المصانع اللي هي انبضرة هنقاطع حضرتك وهنرجع نكمل كلامنا تاني معنا كرم من اينا بنا راحب بحضرتك اصلاف كرم اتفضل سلام عليكم افضل عليكم السلام ورحمة الله بكاته اتفضل اصلاف عليكم السلام عن المجولة اللي هو بيطلح حليل على المثل الجوار اسفا معلش بس الكلام تاني اسفا معلش بس اطلع براشد اتفضل حضرتك لا هو صوت مش بيتردد عندنا حضرتك ممكن تسأل سلام حضرتك انا بس اصصر عن المشروع دوه هو عجبني كمان بس اعز اعرف ايه النظام بتاعه والخطوات من يعني حضرتك الوقت كمستثمر يعني كحضرتك عايز تعمل مشروع لا لا حضرتك لا لا اكيه عاملة عادي خالص يعني بحيث تبدأ مشروع تبدأيا صغير يعني مشروع صغير يعني يعني حضرتك معاك مبلغ وحضرتك عايز تعمل بيه مشروع يعني بازاي كده حضرتك تعمل كده بس يعني احاشوف ايه المنتج اللي هو معروض حاليا واشوف امشي معاك يعني حسب المكان اللي انا موجود فيه وكده يعني اا استاذ اا استاذي طيب يعني معلش انا اا للاسف احنا مش قادرين نفهم حضرتك او مش قادرين نفهم حضرتك عايز انزم اا اا مقصد يعني المشروع اللي هو انتو عارفين الحاليا هو هل انا بيكون مسلا ماي مبلغ معين بيتم عنه الفكرة او لا ونفهم وانتهاد بتدول العميل اا من النسبة لتوصل انا عارف حضرتك بتوصل العميل اللي استاذي بيعاد حضرتك عمامك لأ بص هو احنا الوقت بنتكلم في نظام اسمه نظام الكاش باك وحضرتك لو حابب تعمل يعني حابب تعمل مشروع تمام اا بتشوف مثلا احنا بنشوف لك الدراسة الجدوى مثلا اا المشروع ده يتكلف كذا حضرتك بتيجي تدفع لنا تدفع للشركة الفلوس دي تمام وبعد كده هو بيقول لك النظام وطبعا معلش اتفضل يا بش مالف فهمه برضو اكتر بص فنم هو حضرك الاول سعداء بمكلمتك دي الموضوع كله بتلخص سواء انت عايز تدقى يعني هو اصلا مش شرط يكون عايز يعمل مشروع ما يكون عايز تشير منتج عادي بنظام الكاش باك يعني واحد مثلا عايز يشتري عفش بيته بالكاش باك هقول له لا اما تشتهوش واحد عايز يبني شقيته بالكاش باك يبقى هي القضية بس عشان ما نربطش فكرة الكاش باك بالمشروعات لا فكرة الكاش باك تعمم على اي حاجة واحد عايز يعمل عملية بالكاش باك الله يبقلك وتقريبا بالمفهوم اللي انت بتقول ده بس يعني مش بالشكل ده اوي يعني احنا بنقول مثلا حضرك اشتريت مني المنتج ده التلاجة مثلا جيت اشتريتها مني ب18000 جنيه او اشتريت مني الشقة دي مثلا ب180000 جنيه خلاص انت اشتريت الشقة دي الشقة في حياستك وملكية تمة ومعاك بها عقد مسجل وموضوع منتهي يعني انت كده كده مستفيد بالمنتج وموضوعك منتهي صح كده بيرجعلك ال180000 جنيه دي على 90 شهر ومعاك شكات بنكية يبقى منتجك معاك في حياستك او مشروعك معاك في حياستك وفلوسك كلها اللي انت دفعتها بالكامل بترجعلك تاني الفكرة كلها ان انا بكون كسبان منك مكسب معين بيجعه لك 300% يعني مثلا الكيان اللي انا بيعطولك ب180000 ده انا كسبان وليكن منك فيه 60000 جنيه انا بقولك المكسب اللي انا كسبته منك ارجعه لك 3 اضعاف فال60 ارجعتها لك 180 المئة وتمانين دي بقى هرجعها لك لو بالنظام الشهري على 90 شهر ارجع لك 2000 جنيه شهريا او انت عايز تشتري كتعة الارض دي نفسها انت عايز تشتري كتعة الارض دي انا والله وحكك شركة من خلال ما كسبكم حضرتك الله يبريك لك الله يبريك لك تمام انا اشتريت كتعة الارض دي مثلا ب120000 جنيه باعتهالك انت ب180000 جنيه خلاص انت امتلكت الارض انا ارجع لك 180000 جنيه كلهم تاني والارض في حياستك ياما 2000 جنيه شهريا ياما 30000 جنيه سنويا ياما تاخد 180000 جنيه كلهم بعد خمس سنين بذي ماكتب الاستثمار تمام شكات بنكية على سحة توقيع بنكي بتويخي الاستحقاك مسطور بتويخي الاستحقاك أي بنك حضرتك عايز احنا معنا تسع حسابات بنكية الموضوع مفتوحية محمد علوان شكرا لحضرتك يا فندم معنا التواصل مع البشمهندس محمد علوان ياريت يكون استرابة على الشاشة يا جماعة تمام هواردي موجود يا فندم وشكرا لاتصال حضرتك وبنستقبل اي اتصال او اي استفسار ونرجع للبشمهندس محمد كنا بنتكلم على الموضوع مع ام ضد الاستيراد من الخارج وحضرتك قلتلي لا انا طبعا ضد ومش معاه علشان يبقى في اكتفاء ذاتي بس محتاجين كمستثمرين دعم وتفكيلات من الدولة تخفات في الدوايب مثلا خلنا نتكلم بقى على المفتوح كده ومحدش يزعم مننا لا 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 يعني انا شايف بصراحة فيه لود جامد يعني هي الدولة بتحاول تعمل محارات كتير كويسة طبعا بس فيه لود جامد على اي حد بيفتح مشروع فيه لود كبير عليه يعني اي حد يفتح مشروع يلاقي كذا وكذا وأعباء كتير جدا الموضوع ده منفر الموضوع ده منفر انت عايز تدعم الصناعة وعايز تدعم الاقتصاد وعايز تنشط التجارة الداخلية خفف الاعباء عن المستثمرين شوية عشان تشجعهم لان انت كل ما تلود عليهم اكتر وكل ما الناس دي هتسيب البلد وتمشي فانت حاول تقف جنب الناس دي عشان الناس يتقوم معاك البلد ده وجهت نظرانا هو ما حادش يزعل مني يعني لا هو مش هزعل منك ولا حادش ومفيش اي عارف لا هو ما يزعلش طبعا يعني انا بضم صوتي بصوتك هكيد يعني يبقى فيه تسهيلات ودعم للمستثمرين المصريين علشان فعلا احنا محتاجين المستثمرين داخل بلدنا بحيث ان هم يعملوا مشاريع لينا ويبقى فيه اكتفاء ذاتي داخل دولتنا ومنحتاجش فعلا لاي حاجة من اي دولة تانية ونرجع نكمل موضوعنا يعني انا مسك مستشار تصويقي المصنعين تمام المصانع دي محتاجة محتاجة سسموات كبيرة جدا لو احنا فتحنا تسهيلات للناس دي المصانع دي ممكن تكسب مليوات ودعم اقتصاد البلد بمليوات تماماني فهي القضايا في التسهيلات في حجم التسهيلات وفي نفس الوقت هنستجمع يعني ايه غير تسهيلات الدرائب يعني مثلا الدرائب بتقول انا عايز تسهيل في الدرائب متعملش عليها لود علشان خاطر انا عايز استثمر بس ايه بيجي لي بقى ورق كتير ودرائب كتير ولازم اتفع فلوس كتير فانا ده هيبقى صعبة عليك المستثمر يعني انا احد المصانع ان انا مسكها كمستشار تسويقي مثلا كان بيتكلم معي ان هو لما جيه يحسب الفلوس اللي بتخدها الدرائب لها نفسه تقريبا 40% من الارباح الدرائب بتخدها يعني هم مثلا اربعة شركة انا انا يعني انا دلوقتي مثلا يعني حتى بلاش يعني حتى الاعلانات وهي بتتكلم طبعا يعني بشكر جدا التوجه اللي موجود دلوقتي في ان هما بيعملوا وعي للناس حتى الاعلانات بيقولك الدرائب دي بترجع لنا احنا لنا كطرق كتأمينات كمش عارف ايه كايه طب قبل ما نكمل بس ضد الدرائب ولا مش ضدها عشان معانا محمد من الشرقية بنراحة بك يا محمد اتفضل اهلا وسهلا عليكم السلامة يا مرحب الله بركاته اتفضل محرك دكتور محمد مهم المشتري اتفضل يا دكتور اتفضل انا بشكر بشمهندس والفكرة عجباني جدا يعني هني فكرة بقى الكاشباك عجباك طبع اه يعني انا اول مرة رأيت مع الكامد ده واول اخد فكرة عن الموضوع خالص اي اكتر حاجة عجباك في نظام الكاشباك مع البشمهندس محمد وانا لسه الصورة مش رضحالي قوي يعني لسه مش كاهم الموضوع قوي يعني لسه اقل بحالا ولسه فان الموضوع اه بثل بشمهندس لو انا مثلا مثلا محتاجة عربية تمام اه باخدها بنفس السوق من بره ولا بيكون في زيادة ولا بيكون الوضعي ازاي بالضوط امين كلام جامل يا دكتور على فكرة دكتور انت ابن بلد يا انا شاير لا لا انا عشانان ما فهمتش السؤال انا نفسي عايز افهم السؤال دلوقتي انا فهمتش يعني ايه يعني ايه يعني ايه لو محتاجة عربية انت عايزة بقاني نظام برد انا هجاوب خلاص ممكن نمسك المايك يا دكتور طيب نعم ممكن نمسك المايك ورد انا هحول اسيب له المايك ونطلع شهندة دي عشان هي تعباني في الحلقة جام ماشي دكتور انا كده فهمتش انا كده فهمتش انا كده تسأل حضائك حضائك بتقول العربية اللي انا هجيبها لك انا كوسيط شراء كشركة اي بي اس كوسيط شراء هل هبعهالك بالسعر بتاع السوق ولا هكسب منك شوية عشان هو عفر ارجعلك تمانها اه تمام بدأ زبطئ كده منطقي جدا لازم اكسب منك وإلا ازاي انها مثلا هجيبها مثلا وليكن مثلا هجيبها بمئة وثمين الف وبيعهالك برضو بمئة وثمين الف وارجع رجعلك بمئة وثمين الف طب انت هتصدقني لو انا عملت معاك كده لا مستحيل شفت بقى مستحيل لو انت جربت وخلاص بقى يبا انت كده جربت ع نفسك يا دكتور ماشي يعني الهام شدي خلاصة فكرة ايوه هنقوله 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 يا دكتور خلاصة فكرة الايزي كريزي كاشباك ان المكسب بيتم التفاوض عليه مع العميل يعني هم نوعنا تفاوض اي قيمة هتكسبها لي هنسميها واي الواي دي بيرجعلك 300% منها يا دكتور يا ام على 90 شهر يا ام على 5 سنوات يا ام اسف على 6 سنوات يا ام تخدها دفع واحدة بعد 5 سنوات يا احن لو افترضنا العربية مدمية 8000 سعر توجري على الشركة دي انت جتلي وقلت يا الله مش مهندس انا هكسبك فيها 90000 جنيه بتفاوض عادنا نتفاوض يبقى انا كده بعتها لك باجمالي كام باجمالي 270000 جنيه خلاص هرجع لك 270000 جنيه كلهم لاني انا برجع لك 300% من ارباحي طب انا كسبت 90000 جنيه يبقى اضرب 90000 في تلاتة يبقى 90000 في تلاتة يعني 270000 يبقى انا كده اردلك ال 270000 كلهم يقم بمعدل 3000 جنيه شهريا على 90 شهر او 45000 جنيه سنويا على 30 سنوات اوOOD 180000 كلهم بعد 5 سنوات اتمنى تكون الفكرة وصلت حضرتك اكيد الفكرة وصلت لحضرتك يا دكتور لا وصلت مش مهندس اه معلش انا بقى بقى بطماني لحضرتك حاجة فضل الفكرة يعني الموضوع اصلا يعني يكون تركيزه اكتر على المشروعات الانتاجية يعني يعني ان احنا نعمل حال انا معكفة اي حاجة يا دكتور يعني حاجة فهمني طبع انا معكفة اي حاجة يعني احنا بص فكرة الايزي كريزي كاشباك دي دكتور بتعمل تأمين استثماري يعني ايه تأمين استثماري يعني انت بتستخدم شركة اي بي اس كوسيط الشراء خلاص شركة اي بي اس بتمتلك وتبيع عشان يبقى الموضوع شرعي مكسب اي بي اس بقى بترجعولك 300% ايه يا دكتور ما انا بامتلك عشان اعرف ابيع عشان يبقى البيع شرعي بس اه تمام ماشي كده فانا امتلكت الفكرة كلها ان انا بدل ما بكسب زي كل الشركات ومرجعش لانا بقول مكسبي منك هرجعولك 300% وبتاخد بده شكات بنكية لحظة الشراء والشكات دي متسطرة وعلى سحة توقيع بنكي يعني ممكن كمان نتمم العملية البيعية في البنك ازاسا تمام الفكرة واضحة خالص وبشكو حالك جد انا بشمان الله يكفي لقوعات يا دكتور للبرنامج اسمعها لقوعات اللي فاتت كلها شروحيني الفكرة بشكل تفصيلي والبشماندس هو ليه كم ما انت مضايقانة في صراحة يعني يعني البشماندس بسم الله ما شاء الله اخد دور الضيف ودور المقدمة بالاشا مش فالدس تخلش من شغل بتاعنا عشان مش هيلفع كده نرجع بقى نكمل موضوع الدرايب تاين نتع شوية بس برا الاطار طبعا احنا الوقت كانوا بديتكلم حضرتك خبير اقتصادي وخبير ما في كل حلقة تزنقيني في حتة وانا مبحبش دخول في التفاصيل هو مش فكرة بزنقك في المكان بس هو فكرة ان احنا عايزين برضو نتكلم بشكل عام زي ما احنا بنتكلم بشكل خاص في حاجة معينة فانا كنت بتكلم قبل المداخلة بتاعت الدكتور اللي كان موجود دلوقتي معنا كنت بتكلم في موضوع الدرايب فانا بقولك طيب طب الدرايب دي بترجع علينا طب انت شايف ليه بقى ان هي او انت معترض ليه على الموضوع ده انا مش جد الدرايب الدرايب بترجع علينا بس ما تبقاش لود علينا يعني خد مني درايب مش مشكلة ما هالدرايب دي انا بدعم بها الطوق بدعم بها التعليم بدعم بها الصحة بدعم بدعم بس ما تبقاش يعني اتلاني يعني انا ما اقولك مثلا لما كنت انا بقولك في مصنع هنا في العاشر انا مثلا مستشار تسوق لي تمام لما صاحب المصنع ده هم اربعة شركة او خمس شركة لما يقول لي تقريبا 40% من الارباح تطلع تحت ابنود ضربية ما بين ضريبة مضافة وما بين ضريبة كسب وما بين ضريبة مش عارف مساهمة في ايه وما بين ضريبة مش عارف ايه خمس تلاف ضريبة في الاخر تكون ماخدة حوالي 40% من الارباح يعني الخمسة الشركة بياخد كل واحد فيهم 12% والدرايب تاخد 40% يعني الدرايب اكبر شريك في المصنع مش معقول طبعا يعني برضو بصراحة حاجة انا بتكلم كلام بالحب انا مليش دعوة ماشي كده حد بس يزعل مني معانا مداخلة معانا مين يا جماعة معانا ايمان البنصورة تفضلي يا استاذ ايمان هنرجع نكمل موضوع الدرايب ده برضو عشان لازم عليكم السلامة تفضلي يا استاذ ايمان غالبا الخط تقطع نرجع نكمل موضوع الدرايب وان شاء الله مش مهدف محمد هتطلع على بيته بإذن الله بنا يستو بقى اه طيب انت شايف ان الموضوع كبير او انت بتقول ايه لما حسبناها لقينا 40% اه نسبة للدرايب ماشي بنتلع من حيث الدرايب دي الله لا ازاي عصنا عصنا بحبش تكلم على اي حاجة تخص الدولة بصراحة لا ازاي ما ينفعش احنا دوقتي بنقدم محتوى تمام بنقدم محتوى اقتصادي بنقدم محتوى استثماري نتكلم على الاستثمار انا بحظة ياربكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك بس دايما قلت انا شايف ان هي ناشفة شواء طب انت شايف ايه مثلا كخبير اقتصادي او كخبير مالي شايف ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نخفف اللوت ده او العبء ده على المستثمرين في نقطة الضرائب يعني انت شايف المفروض ان هم مثلا ايه يلغوا قيمة المضافة يقللوا نسبة الضريبة انا بقولش يلغوا هم يعملوا هم عايزينه ما هو مش المفروض انه كل على كل شركة او على كل كارير بيبقى ليه قيمة مضافة معينة او ليه نسبة ضرائب معينة او الضرائب دي قصة كبيرة انا يعني هم كده كده ليهم حساباتكم ما تجرينيش قوي بس هي الشاهد ان النسب اللي موجودة دلوقتي في وقت نظري نسب عليه لما نيجي نحسب في المصنع في العاشر نلاقي ان النسبة من الارباح الكلية الضرائب مستقطعة منها اقرابة 40% ما بين ضرائبة مضافة ما بين ما بين ما بين ولا ان المستثمر اللي هو شريك في المصنع اوما خمسة شركة تلاقي واحد نسبته 12.5% او 13% والضرائب رغضة 40% رغضة 3 اضعاف الشريك انا شايفها نسبة مبلغ فيها انا منورة نظر نسبة مبلغ فيها طبعا انا بدوم صوتك سلامة الموضوع ده فعلا ممكن يخلي ينصر المستثمرين وينصر المستثمرين داخل مصر وفعلا يتجهوا لدول اخرى ان هم يعملوا استثمار في دول اخرى او ما يعملوش استثمار اصلا فلا انا معاك طبعا ان احنا ممكن لازم او يتدرس بس شوية يتدرس شوية نخفف الهدك عن الصناعة شوية عشان الصناعة تبقى داخلية بدلا ما تبقى البلد كلها بتستود ونبقى احنا لو الاستراد قفل يبقى احنا نلطم هنا لابا احنا احنا قريدي فيه دلوقتي فيه تقنين قوي لموضوع الاستراد من الخارج ده كويس ده كويس جدا طبعا انا بشكر رايز جدا بجد من خلال برنامج بزنس اس بزنس ان انت رايز بجد ويا جماعة مش تطبيل ولا حاجة بجد عشان بس ما تقولوش تطبيل ومش تطبيل والكلام اللي الواحد بيسمعه لأ فعلا كويس جدا يا رايز ان حضرتك بقيت بتحجم موضوع الاستراد وبتقنينه لان احنا ما كانش كل حاجة مدنة شاينة مدنة شاينة مدن اتالي مدن مش عارف ايه مدن ايجيب تديه حاجة بسيطة جدا ومش كل الناس بتشتريها واحنا كدولة عايزين يبقى عندنا اكتفاق ذاتي واحنا كدولة عايزين يبقى عندنا احنا احنا بلشاريين كل حاجة من بعضنا مش 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 جايبين من برا وطبعا انا يعني مبسوطة بجد وفخورة جدا بتوجه الدولة الحالي بجد كل ما نحوكم الاستراد كل ما ندعم الصناعة كل ما الحنفية بتاعت الاستراد دي هتوقف كل ما مصانع كتير هتتفتح كل ما عمالة كتير هتشتغل كل ما الجنين مصري سأف القيمة بتاعته هتعلق فهي استفادة لكل ماشي يعني نرجع الجنين مصري زمان زي زمان احنا كنا مسلفين كل دول العالم من الدول العظمى للدول الصغرى كنا مسلفين احنا زمان يعني يا ريت وانا حاسة ان ده يحصل ان شاء الله على ايد اتمنى معانا حنان من دمانهور حنان اتفضلي سلام عليكم عليكم السلام عليكم فضلي حنان لو سمحت عايزة اصر بس الاستاز على حاجة كده اتفضلي يا حبيبتي سألي اتفضلي انا عايزة نشتري بيت بس انا معايش فلوس تكمل يعني الموضوع ازاي ان مش فهم تشتري معايش انا قصة تشتري ايه تشتري بيت اه ومعايكش فلوس تكملي يعني معايك مثلا نسبة قد ايه مثلا مئة الف مثلا تمام طيب السؤال ده اتسأل في الأسئلة اللي قبل كده ان فكرة الكاشباك مدام حنان فكرة الكاشباك تستلزم ان انت يكوني معاكي قيمة الوحدة الكلية بالقيمة اللي انت هتشتريها مننا طيب ايه فلن انا عايزة تشتري حاجة الكاشباك يعني مثلا مثلا الاستباك مثلا الاستباك قلنا سقفه لعشر تلاف جنيه يعني حتى لو هي سقف المنتج عشر تلاف جنيه في التقصيد يعني الفكرة الكاشباك دي فكرة بنأمن بها الاستثمار الفكرة نفسها ان انت معاك قيمة المنتج وعايز تأمن الفلوس وترجعها تاني يعني انا عايز اشتري مصنع ومعاياك الفلوس بتاعت المصنع خلاص باشتريه من اي برس كواسيت عايز اشتريه عربية ومعايا فلوس العربية بس يعني فكرة معانا محمد من اسوام معانا محمد من اسوام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم دي استمعت معك ιمار محمد اتفضل يا فندس دي استمعت ممكن كلمه مسمع بك اه تفضل يا فندس اه تمت فضل اي استفسار تفضل حضرتك محمد عTakescheinlich السلام عليكم عليكم الواقبار بشام truthful لما اسمع صوت حضرك قلبيت كويس فضل أمورني والله بالتفاوض يعني إحنا إحنا نكسبه منك كده كده أيا كانت قيمة إحنا نكسبه منك هنجعلك 300% أنا دلوقتي ببيعلك منتج أصلا تكلفته عليها تجارية مليون جنيه أنت كسبتني 10,000 فارجعلك 30,000 كسبتني 20,000 فارجعلك 60,000 كسبتني 30,000 فارجعلك 90,000 إحنا بقى نتفاوض مع بعض لحد منوصل أنت عايزة إحنا معاك في أي حاجة طيب أنا حبيت تستسل بس أنا حاجة بش مال فضل يا دكتور ما أحترم لك مثلا بابلغ اللي بيدفع مثلا البسيط اللي هو الزيالة ده كيف مثلا بيشتغل معك بيرجعلك قيمة كلها كاملة لا أمو إحنا نركز بقى مع بعض إحنا بنقول إحنا بنرجع 300% من أرباح الشركة عشان يرجعلك إجمالك قيمة الشرائية لازم أكون كسبان منك 50% فوق السعر التجاري اللي أنا ممتلك بيه كشركة يعني لو أنا ممتلك الوحدة دي مثلا بمليون ومتين ألف أنا كشركة ممتلكها بمليون ومتين ألف وأنا عايزة أرجعلك إجمالك قيمة الشرائية يبقى هبيعها لك بمليون وثمينمائة ألف لأنها بأكسبت منك 600 ألف وأنا هرجعلك 3 أضعاف مكسبي يبقى 600 ألف هضعابهم في 3 يبقى أنا هرجعلك مليون وثمينمائة ألف يبقى أنا هرجعتلك 100% من إجمالك قيمة الشرائية طب لو الوحدة اللي أنا شريعها بمليون ومتين ألف دي أنا بيعتهلك بمليون وثمين ألف بس يعني أنا كسبت منك 100 ألف بس هرجعلك 300 ألف يعني خلاصة فكرة الإيزي كريزي كاش باك إن أنا ممكن هرجعلك جزء من الفلوس أو الفلوس كلها أو الفلوس كلها أو زيادة ديبندن ده على إيه اعتمادا على إيه على قيمة ربحية اللي هنسميها Y مكسب الشركة اللي هنسميه Y إحنا بنرجعلك 300% منه يعني بنرجعلك 3 Y 40 تمام يعني حضرتك مثلا النزل مثلا تدفع مثلا يعني وليكن يعني مثلا المنتج مثلا 102 ألف وليكن مثلا بالتفاعد مع بعضين مثلا أنت مثلا بتحط مثلا نزل 90 ألف أو كده برأيحتك إحنا مع بعض إنت أنا كسبت منك 90 أجعهم لك 170 كسبت منك 30 أجعهم لك 90 يبقى فيه تفاوض مثلا مع بعض آه بواحدك إحنا بنا تفاوض مش بيعوا الشواء فيه تفاوض شكرا يا أستاذ محمد شكرا مرسي جدا ليك ومعانا محمد من البحيرة تفضل يا محمد مساء الخير يا أستاذ مساء نور تفضل أستاذ الحدك هتوصل مع البشمهندس محمد تفضل يا فاندس تفضل إزا حدك بشمهندس إزا حدك فنم الله يخليك منور الدنيا الله يبيرك لك سريعا كده معلش أنا في خدمتك بس عايز أستفهم الحدك بخصوص موضوع الاستباك الحدك بتقول السمعة إن الحدك بتجي عشر تلاف جنيه وبتجرب العميل أول مرة طب هو أنا محتاج دعم أكثر من العشر تلاف جنيه دون تمام؟ يعني برضو عشان خاطر حدك تجربني ما فيش مشكلة أخود أي ضمانات أنت عايزة ويهميني برضو أفهم مكسب حضرتك أو عائد حضرتك ما يبقاش رهيب وإلا هلجأ لبنك يهميني برضو الحزبة الشرعية هل النظام اللي حمشي مع حضرتك دي شارعي ومطابق لحدود الشارع ما فيش أي حرمانية عشان ربنا يكرمنا بس ده اللي أصول هو مش قصده رباء يعني يكون رباء آه بالضبط هل الله يقول عليك يا أستاذ طيب بتفضل يا بسمهال بس هيرد على حضرتك يا أستاذ محمد بص إحنا هنمسك السؤال بتاعك على شكين بس عشان نجزق السؤال هو بتكلم الأول آه ما فيش مشكلة هو بتكلم الأول إن الاستباك هو عايز اشتري استباك تماماً وبيتكلم من الاستباك ده هو عايز دعم أكتر من 10.000 جنيه بالزبط أول حاجة هو بتكلم إن إحنا هو بيقول إن انت بتدينا فلوس حضرتك معايا طبعاً هو حضرتك اللي بيسأل بيقولي هو بيدينا فلوس إحنا مش بنيدي حد فلوس لأ عشان نقفل الموضوع ده بس إحنا مش بنقرد لأن فيه نص حديث أيما قرد إن جاء نفعاً فراربة فإحنا مش بنقرد فلوس ده ابتداء عشان نقفل باب الريبة إحنا بنمتلك منتج ونبيعه يا إما تقصيد يا إما كاش وجمهور أهل العلم على إن بيع التقصيد جائز تماماً وبالنسبة بقى حتة إن هو عايز يفتح الاقتمان عن 10.000 جنيه إحنا بيقول حد أقصر الاقتمان 10.000 جنيه ما لم يتراء لإضاءة الاقتمان بخلاف ذلك زيادة أو نقصاً ما لم يتراء يعني بيعودوا يعملوا بريزنتيشن مع حضرتك وبيشوفوا حضرتك هتقدر تدفع الإصاط اللي هي هتبقى عليك ولا لأ عشان ما يخشوش في مشاكل وحضرتك كمان ما يخشوش في مشاكل كلمة أخيرة بقى لا أنا أكمل بس ما لم يتراء لإضاءة الاقتمان بخلاف ذلك من زي ما قالت خالص ما لم يتراء لإضاءة الاقتمان يعني التقييم الاجتماع للعميل يسمع إن إحنا نفتح له الاقتمان دا ولا ماشي كده نقضي على الحلقة الأخيرة بقى بتاعت إن هو التقصيد دا ولازم يكون حلاله والنسبة والكلام دا التقصيد باك زي ما إحنا قلنا يبل كده إن إحنا عندنا ثلاث أنظام التقصيد استعادي وستبروفد باك وستباك دا قلنا في الحلقات السابقة جمين إحنا مشان نشرحهم مشان نشرحهم دلوقتي الاست العادي دا ما بيرجعش حاجة زي وزي الاست العادي اللي موجود في الدولة كلها الاست بروفد باك دا بيرجع 100% من الفايدة فالطبيعي إن هو هيكون أغلى شوية من الاست العادي لأنه هيرجع الفايدة التانية طب الاست باك دا 200%؟ لا دا بيرجع الفلوس كلها فايدة وكاش فالطبيعي إن هو هيكون أغلى من الاست بروفد باك وأغلى كمان من الاست العادي طبيعي إن انت داخل الاست استثماري يعني عايز تشير رست وترجع الفلوس كلها فايدة وكاش فيقينا هيكون أغلى شرعية من الاست العادي آخر سؤال اللي هو بيقول ولازم يكون موضوع شرعي جمهور أهل العلم على أن بيع التقسيد جائز لشبهة شرعيا فيه البت طبعا نورتين يا بشمهن الله يسترك ورب النهاردة كل الحلقة كانت عجبك الله مستعر وعجب الناس أي استفسار مع البشمهنس محمد علوان موجود دلوقتي معانا على الشاشة في أي تواصل أي استفسار على الاستثمار وعلى الكاشباك وعلى الاستباك وعلى كل الأنظمة الموجودة داخل شركة IBS ورئيس مجلس قدرتها البشمهنس محمد علوان شكرا كنت مفصوطة جدا أننا معاكم النهاردة في حلقتنا بيزنس إز بيزنس وإن شاء الله هنشوفكم في حلقة جاية بإذن الله ونلتكم سعيدة إن شاء الله شكرا